أهلي ولو فيه جديد هقوله لحضراتكم عاوز أتكلم في موضوع لايك وشير الأول وصلى عزين ومش عاوز الزمالكوية يزعله أنا بنقل لك معلومة واقعية وحائية وعمل استياء بالنسبة عند الكابتن فرجاني ساسي موسيقار وسط الملعب لنادي الزمالك تم الاتفاق معه على تجديد تعاقده لمدة موسم بخلاف الموسم الحالي وأبدى استعداده للتوقيع بشرط الحصول على 50% من عقده عن الموسم المقبل مش الموسم الحالي خاصة وأنه حصل على كل متأخراته عن الموسم الماضي وألا أخذ معاهم 25% بتوعي بتوعي الموسم الحالي طبعا أنه ياخد 50% معناها كده رقم كبير على نادي الزمال بتخشي لك في 900 ألف يورو ولوه 25% تانيين المؤدم يعني 450 يعني بتكلم في مليون و350 ألف ولسه واخد يعني رقم كبير على نادي الزمال فالكابتن أيمن يونس مشكورا ليلس لجنة الكرة حاول 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 يبحث عن حد يدعم الصفقة من رجال أعمال نادي الزمال وأنا قلت له كابتن أيمن صعب أنك تلاقي حد يدعم الصفقة قال إن شاء الله هلاقي يا معاطي وإحنا عندنا رجال أعمال كتير ومحترمين وكذا 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 وقلت له حاول تركز مع متحة العدل المرشح المحتمل لرئاسة نادي الزمال نهاردة متحة العدل ده لو جدد للراجل ده لفرجاني ساسي هتبقى له شعبية كبيرة جدا عند الجماهية وهيدفع 50% بس من عقده مش عقده كملا فللأسف تم بس جهود جبارة من الكابتن أيمن يونس مع العديد من رجال الأعمال الزمال كوية لا متحة العدل ما دفعش ما دفعش مع العديد من رجال الأعمال الزمال كوية لم تكن هناك أي استجابة من رجال الأعمال لم تكن هناك أي استجابة من رجال الأعمال اللجنة المحترمة اللي مسك برئاسة معالم الصورة أحمد البكري بتحاول تعمل دخل مالي وبتحاول تشوف موارد النادي اللي بره اجي بها وهكذا لكن أيمن يونس قالك عندنا رجال أعمال عظام في نادي الزمال نجيبهم ويدعموا صفقة فرجاني ساسي قلت فرجاني ساسي لو دفع له مليون دولار بس متحة العديد لو دفع لفرجاني ساسي مليون دولار بس هيبقى عنده شعبية وجمهرية عظيمة لكنه لم يدفع ولم يجدد لفرجاني ساسي أنا بتمنى أن أول واحد أعلن نفسه كمرشح محتمل لرئاسة نادي الزمالك أنه هو يروح يجدد لفرجاني ساسي جدد لفرجاني ساسي جدد لأوباما يعني أنت راجل يعني عندك شركة إنتاج وشركة كبيرة في مجال الإعلام وعندك إمكانيات مالية عالية ودايما بتقول أنت بتقفوا جنب الزمالك إمتى هتقف جنب الزمالك لو مش هتقف في هذا التوقيت هذا التوقيت أنا بطالب رجال أعمال نادي الزمالك المحترمين اللي هم عندهم قدرة مالية إن هم يدعموا هذه الصفقة لأن دعمك لهذه الصفقة دعم للنادي واطمئنان لجماهيره واستقرار لفريق قرة القدر بنتكلم حق ربنا وبنقول كلمة حق ما احترامي لكل الناس مش هقول أسامي ولا هقول مين اللي اتصل بيهم أيمن يونس وصدوه وكسفوه وكسفوه ماشي ما فيش حد قادر في نادي رجال أعمال في نادي الزمالك يعني كلهم يدعي حبا بليلة وليلة لا تقولوا لهم مصار عمين تقولون إن كنتوا بتحبوا نادي الزمالك ما تدونه أمارة ما تجددوا للناس دي ده فيه عشرة لعيبة عايزة تجديد وتمديد عقدها أولهم فرجاني خد فرجاني ساسي ودعمه يا سيد عمله عقد متحد العدل النهار ده كمرشح محتمل للرئاسة لو عمل ده الناس ستقول عليه ما شاء الله لكن في ناس لا أقصد منحة العدل فقط يعني أو وحده يعني بتدعي حب الزمالك لكنها لا تدعمه مالي لا تدعمه مالي النهار ده فرقة كرة زي دي لا خش دعم يا بيه ورينها نفس ساعدوا الناس اللي شغالة واللي موجودة إنها تنجح بفريق الكرة مش تجيبوا الناس دي تكتفوا إيديها وترمونوا في المية طب هيجيب منين المشتر أحمد البكر هيجيب منين أيمن يونس صعب حليم عالي وأشرف قاس ما لازم يبقى رجال أعمال الزمالكوية يسندوا مش كفاء الخراب المالي اللي موجود في النادي الخراب المالي عقدة شنبونج مبارح أنا قلته لك الراجل كان ياخد السنتين لتنين ومشي مرضي حصل كبري وبتاعه وأكبروه مضى ومش عارف إيه وأمير بيه جات عليه تعسيلة في النوم ما حضرش الجرسة بتاع المحكمة الرياضية جات الغرامة المالية الكبيرة اللي بتصل إلى 20 مليون جنيه على النادي الزمان فالنهار ده لأ لازم يطلع رجال أعمال أنا بتكلم عن الناس اللي معاها فلوس واحد زي جمال العدل ومتحد العدل معاهم فلوس وبيقولوا إحنا بندعم إدونا أمارة عايزين نشوفها كده حاجة والله لو عملت ده ده نطلع لازم أطلع أشكرك وقل لي الناس تقتضي بيك طب ما عملتوش ده يقول تريحوا دماغنا ما تعملوش فيها رموز الرموز النهاردة تدعم اللجنة وتدعم فرقة الكرة في نادي الزمان جدد لفرجاني ساسي بيه فرجاني ساسي بقيله عشر تيام ويوقع لأي نادي ورحل بنهاية المسلم مجانة فالحقه فرجاني ساسي قبل ما ييجي الوقت في يناير ما يجيش تقول لي فرجاني ومش فرجاني وجددوله وهيجددوله من ايه حط نفسك مكان حط نفسك مكان حط نفسك مكان يدون فلوس عشان يجدد فأنا بتمنى على كل رجال أعمال نادي الزماني انهم يتدخلوا في هذا الأمر ويساعدوا اللجنة اللي موجودة في تجديد فرجاني ساسي ويوسف أوبام وتعديل عقود جنش اللي عقده بيخلص محتاج تجديد الأستاذ عبدالله جمعة محتاج تجديد سيبك بقى مصطفى محمد لازم يتراد جاي له عروض كتيرة وقالوك على عرض دلوقتي يقلب له دماغه فكل الأمور دي لازم الناس اللي حوالين الناس الزمالكوية أعضاء الناد ورجال الأعمال المحبين والعصقين للفن الله البيضاء يدعموا الفرق أو يدعموا اللجنة وأنا يعني أنا لو يعني أقول لك ايه وعد لك ايه هقول ايه أكتر من كده كلنا عاوزين نساء الناس الزمالكوية فعه رجله طيب لايك وشير وصلي عزين عشان عندي خبر مهم جدا 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 عن ترتيبات ما بعد قالت باتشيكو لايك وشير وصلي عزين ودعل نفسك والوالدين والغير علي اللايكات شوية بقى عشان نوصل لأكبر عدد احنا باناش عارفين بنتطلع امتى والنهارده يوم سبت العالمي النهارده كل الدوريات شغالة والمبارات شغالة لكن قلنا لازم نطلع دلوقتي بالمعلومات المهمة اللي عندنا والانفراضات اللي عندنا ونطلع معكم بالليل أيضا على رأس الساعة بإذن الله لايك وشير وصلي عزين ودعل نفسك والوالدين والغير باتشيكو لا توجد قناعة فنية لدى كابتن أيمن يونس وأشرف قاس وعب حليم علي وكل الناس المحطين بلجنة الكرة من العاشقين للفنين للبيضاء بإمكانات وقدرات باتشيكو وقابدوا غضبهم الشديد بطريقة إدارته لمباراة الزمالك وبيرامتز وقالوا أنه غير مبتكر وما عندوش حاجة هو سيستم واحد ورصوهم وراء ولعب على المرتد مفيش جمل مفيش طرق حتى للعبة ضربات السابتة أو الركنيات فالناس بتتكلف فالكلام دلوقتي أن باتشيكو ماشي ماشي طب موعد إقالة باتشيكو إمتى موعد إقالة باتشيكو إمتى 28 ديسمبر الجاري في حالة هزمته من الناد الأهلي في مباراة القمة هيبقى هو الضحي أنا بجيب لك معلومات طب كسب هيتنه قاعد كسب هيتنه قاعد كسب هيتنه موجود ومكم هيباتشيكو أيما ننص مش على قناعة بيه خالص وكل بتوعه الكرة في نادي الزمال بقولك مستوى متوضح حتى اللي جابه فاروق جعفر وإسماعيل يوسف بيقطعه فيه فمن دلوقتي بقولك باتشيكو الضحية لو الزمال خسر في مباراة القمة عام 18 طب مين هيجي مدرب مصري أنا بقولك الحوار اللي دار جوا نادي الزمالك ما بقولكش لحظة كده جماعة عشان فيه واحد عمال يعني الله يسهل لك يا عم الله يسهل يا بش تمشي حد أنا الله يسهل خل مين ييجي قالك مدرب مصري مش شكرا للمشاهدة